حضرية الأسرة تأكد الجميع أنه لن تحل إلا بالمفاوضات وأنه خلاص حماس هو بيقول ترامب التهديدات بتاعته دي ولو ما طلعوش هولى على الشرق الأوسط هتعمل إيه يعني؟ أنا أنا تلوقتي واحد من أعضاء حماس هتعمل إيه؟ ما كل بتقول حماس استشهدوا لاحقوا بربهم فكل واحد فينا عايز يروح يلحق إسماعيل هنية يحيا السنوار شهيد الساجد، شهيد الجنت كل استشهد يعني هم معظمهم يا فأنت هتهددني بالموت انت عبيت ما انت متعافش حاجة عن أننا نشتهي الموتة كما تشتهونا الحياة فايه يعني؟ فالقصة هتموتني هموتهم قبل ما موت فهو قاعدتنا الدنيا لا مش يعني فتحة السدر دي فتحة السدر دي على ناس تانية فتحة السدر دي على طلاب الدنيا على الحكام اللي سلموا لكم مقاليد الأمور على الذين لا يهمهم إلا كراسيهم وكراسيهم بأيديكم أنتم لكن اللي ما عندوش حاجة ده غل نرفع أكفة الضرع إلى الله اللي ما عندوش حاجة يخسرها فهتعملوا له ايه؟ فبالتالي يبدو أنه خلاص الحكاية أنه نرجع للتفاوت الثاني وكان بقى فيه مقترح مصر يتقدم أنه فيه هدنة من 45 يوم لستين يوم وأنه يبقى فيه إدارة مشتركة مع السلطة الفنسطينية لمعبر رفح الكلام ده كله قدمته مصر عن طريق إسرائيل يعني عن طريق عرض مصري لحماس إنما حماس قالت إنه لا بديلة عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفق التبادل كامل اللي هو فكرة شروط حماس رغم الحقيقة وده ثبت عايز أقولكو إنه النهاردة تأكد بشكل غير مباشر إنه الإخوة في حماس كانوا غادروا قطر هذا لما يصدر به تصريح رسمي يعني قطر ما طلقتش قالت إنه إحنا ماشينا بتو حماس لكن زي ما قلت الكو سكاي نيوز العربية من ثلاثة أيام نشرت الخبر وقالت إنه على مصادر عربية إنه قيادات حماس غادرت الدوحة كل إلى وجهته يعني مش كله راح دولة واحدة كل واحد إيه ظبط نفسه في حتة ورح له هو أسرته فالنهاردة حتى الأخبار بتقول اللي جاء من قطر إنه لابد من استقبال وفد حماس في الدوحة لأ ما هي لازم يجوه عشان يبقى يحصل التفاوت طبعه لو لو كان المكتب موجود في الدوحة ما كانش لازم بقى إن إحنا نستقبل وفد حماس لكن خلص وفد حماس يعني تأكد إن حماس غادرت الدوحة لأن زمن تلكه قطر قالت يا جماعة أنا مش حمل الضغوط مش عايز أنا هتضغط علي أنا ليه بلاها الحكاية دي خالص فيطلب من قطر إنها تعود إلى المفاوضات مرة أخرى وحماس قالت أن نتنياه هو الذي أفشل ويتحمل مسؤولية الفشل ويتحمل مسؤولية مقتل الأصل عايز أقول لكم بس مبارح معلش تستحملوني عشان أنا عندي كحة بشارقة كده فهتبقى نزمانة طول الحلقة فاستحملوني معلش عايز أقول لكم بارح حصلت حاجة يعني عجيبة جدا تبقى إيه لك هذا الكيان الصهيوني المغتص باللعين للأسف الشديد دولة للأسف الشديد دولة هجاري اللي هو المتحدث باسم الجيش الصهيوني طلع مبارح انتقد نتنياهو بس يعني قال انه وهناك ما صار كزا انتقد نتنياهو الجملة صغيرة جدا بس يا معل والدنيا تشالت واتخبطت واتحطت واترزعت ووزير الدفاع شد وزير الدفاع مدني شد المتحدث العسكري وقال لك ده لا يجوز وطلع سموتوريتش وزير الماليء فقال جملة عجيبة جدا قالك يعني يعتقد البعض ان اسرائيل لا يفهم البعض من قادة الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل دولة لها جيش مش جيش له دولة تقصد مين يا حج إبراهيم تقصد مين بالكلام الجرح ده مين الجيش اللي ليه دولة واتهدت الدنيا وطلع المتحدث بعد اقل من ساعة واعتذر وقال ان انا خني التعبير وان انا لايه جوز لايه تدخل في السياسة ونتانياهو قال تماما ان احنا نقبل الاعتذار ولازم كل واحد يلذب حدوده ده جيش اسرائيل اللي هو يعني حامي اسرائيل واللي استولى على الدول العربية واحتل الجولان واحتل سيناء واحتل الضفة يعني جيش محقق الانتصارات لكن دولة يا معلم كل واحد ليه دوره كل واحد ليه دوره بالاسف هؤلاء المجرمين ماشيين بالسيستم الصح حماس طول الموافقاتها على المقترح بتاع التعاون مع فتح وده الحقيقة دي خطوة ايجابية انه يحدث توافق ما بين حركة فتح وحركة حماس ده شيء ايجابي جدا الحقيقة وكل الشكر موجه لمن قاموا بهذا الجهد في مصر او في اي حد تاني وهو يا جماعة بصوا عشان بس نبقى ايه منصفين شوية ونبقى يعني عندنا آآ لاجرمنكم شان قالوا قومين نحن يعني لازم نشير نشوف الاجزاء الجيدة هنا في جهد مصري بوزل بشكل جيد مين اللي بازلوا مناش ده او بقى ما نعرفش طبعا هو جاء حد مسئول ملف المخابرات مسئول ملف الفلسطيني في المخابرات المصرية الحقيقة عمل جهد جيد جدا في التوفيق ما بين حركة فتح وحركة حماس والمفروض انه كلنا ابناء فلسطين دايرة صغيرة وبعدين ابناء العرب وبعدين ابناء الامة الاسلامية دايرة ودايرة يعني فالحقيقة دي ده ده خطوة جيدة جدا وتم الاتفاق على ادارة قطاع غزة بشكل مشترك وهذه خطوة جيدة وان شاء الله بإذن الله تكون بداية للحمة ما بين كل ابناء للشعب الفلسطيني انا معليش بس باخد غزة بسرعة لانه طبعا النهاردة عندنا حدث رئيسي الدنيا كلها بتتكلم عنه وتأثيراته هو ما يجري في سوريا فبالتالي يعني احنا بس بنصنطر معاكم يا جماعة لا تنسوا غزة لانه فعلا في ناس كتيرة جدا مش فاكرة ان في غزة فيها حرب ناس كتيرة جدا من كتر التركيز على السوريا والفيديوهات اللي جاية من سوريا وبتاع الناس نسيت ان غزة فيها معركة كبيرة فاحنا لازم نثبت الحكاية دي من الحاجات اللطيفة جدا انه عندهم مجلس في هذا الكيان الصهيوني اسمه المجلس الوطني لمنع الانتحار الانتحار عندهم يعني ايه في سيولة ربنا يزيد ويبارك عندهم يا ربنا يزيد ويبارك بسهما طبعا مش يعني ما بانتحروش الا يعني لما تكون الحالة وصلت الى مسألة صعبة جدا لان انتو عارفين ربنا ده ده اللي خلقهم قال كده يا جماعة لازم نبقى احنا يعني عندنا يقين وإيمان بما قاله الله ولا كفر وتكذيب ربنا قال لتجدانهم احرص الناس على حياة فدول اكتر ناس في الدنيا حرصين على الحياة شكرا